موسيقى مدارس الزرقاء الحديثة بنات الصف الثاني ثاني علمي تحضير مركبات عضوية رقم ثلاثة لانه احنا اخذنا واحد واثنين المادة كيميا ننزل لمثال رقم عشرة ها تحضير هاي بالاحمر مركبات عضوية ثلاثة لانه تكملت الصفة هاي زي ما حكينا بنكملها الحصة هاي الان اندي في الميثان ها سؤال من الميثان كيف تحضر هذا الاستر من الميثان كيف تحضر هذا الاستر لاحظوا هذا الاستر يحضر من تفاعل حمض كاربوكسيلي مع كحول طب وحنا حضرنا في مثال رقم ثمانية طلعنا من الميثان هاي امامنا شايفين هذا الميثان هاي امامنا طلعنا منه كحول وحمض بفعلهم مع بعض بس مش بدي احط اثنين بمعادلة واحد لا فالتحضير بدي ابدأ من الميثان حولته او لا هليد الكالسي عشتر اسي ال فعلته مع او 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 اس تبدال اعطاني كحول الكحول اكست وبدأ اخذر ما اعطاني حمض الان بكتب المركبين وهي طلع عندي اذا الانا بديت بالميثان وانتهيت بهذا الاستر هنا اربع معادلات بدي منكم واجب بنفس الطريقة مثال رقم 11 غير ما تشوفوا الآن هذا المثال من نفس الطريقة بدي من الإيثان من الإيثان كيف تحضروا هذا الإيستر بنفس الطريقة صبايا هليد الكيل و أتش ماينوس كحول حمض وتعالوهم مع بعض الآن عندي مركبين مختلفين بدي أحضر منهم هذا الإيستر بدي أحضر منهم إيش هذا الإيستر مركبين مختلفين لحظوا هذا الإيستر الجزء الأول هذا جاي من الحمض هيك تعلمنا والجزء الثاني جاي من كحول طب الجاي من حمض ضرة واحدة إذن هذا بدي يتحول لحمض وهذا بدي يتحول لكحول هاي مركبين بدي أحضر منهم إيستر هذا المركب لازم يتحول لحمض لأنه هذا جاي من الحمض في ضرة واحدة ما بنفع أخذ هذا أعمله حمض لأنه في أكثر من ضرة وهذا بحوله لكحول معادلة كثيرة نفسها تتكرر دائما سي اتري سي ان فعلنا كحول أكسدنا الكحول أعطانا حمض الآن باجي لا هذا بفعله مع اوتس ماينوس تحول الكحول هي تحول الكحول هي المعادلة هي تحول الكحول الآن بفعل اثنين هدولة مع بعض الحمض مع هذا الكحول زي ما شايفين في المعادلة هاي النهائية هاي الحمض مع الكحول أعطاني هذا الايستر بنلاحظ يا صبايا انه لما بدي حضر الايثر والايستر ما بحتاج الى تفاعل جرينجارد ها ملاحظة انه لتحضير الايثر والايستر لا نحتاج لتحضير لتفاعل الجرينجارد فمثلا سي اتشفور حضرنا منه الايثر هاد في ذرتين كربون وزاعد على ذرات كربون بس لا نحتاج الى تفاعل الجرينجارد حضرنا منه الايثر لا نحتاج الى تفاعل الجرينجارد يعني حيث توجد زيادة عدى ذرات كربون مرحبا نحتاجة لتفاعل الجرينجارد خليها في بالك الإيثر والإيستر لا يحتاج إلى التفاعل الإنجلالات إذا زاد غيرهم إذا زاد عدد ذرات كاربون سنحتاج إلى التفاعل الإنجلالات كما نشوف في الملاحظة التالية والأمثل التالية عن حصة القادمة تحتاج إلى التفاعل الإنجلالات كما سوف نلاحظ ونبدأ من عند المثال رقم 13 لأنه هنا خلصنا مثال 12 ويعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر